دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التمثل والحوار بلا جدال فيه التوسط في الأمور والاعتدال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان في الوطن العربي وفي مصرنا الحبيبة أسعد الله أيامكم بكل خير حلقة جديدة من برنامج هذا ديننا دين السماحة دين المحبة دين الفضل هذا الدين الجميل اسمحونا أن يكون لقائنا اليوم في حلقة ولا أروع نتكلم فيها عن مسجد من أفضل المساجد والذي أمرنا النبي أن تشد إليه الرحال وهو المسجد الأقصى هنتكلم النهاردة عن المسجد الأقصى ومكانته في الإسلام ويشرفنا وسعدنا أن يكون معنا أحد علماء وزارة الأوقاف فضيلة الشيخ حسام الدين محمد سليمان عشان يطوف بينا النهاردة ونتكلم عن المسجد الأقصى وهذه الكرمات وهذه الإمكانيات الجميلة اللي لازم كل مسلم في كل حتة يتعرف عليها أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بك وسعداء بوجود حضرتك وبنعتزب علمائنا علماء وزارة الأوقاف اللي دائما يعني يملأ علينا حياتنا بكل جديد ربنا يرضى عنك يا دكتور ربنا يرضى عنك يا ده المسجد الأقصى وهذه المكانة اللي مش أعطاها بشر ولكن أعطاها رب العزة وأكد عليها رسولنا الكريم مكانة المسجد الأقصى في الإسلام مكانة المسجد الأقصى في الإسلام نعم الله يا دكتور أولا أنا سعيد إن بتكلم مع حضرتك ربني أحفظك وسعيد برضو إن أنا في قناة الصحة والجمال ربني أحفظك هقول لحضرتك يا دكتور اللهم صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنا نفسي يا دكتور بصدق يعني نعم نفسي صوتي يوصل لكل الناس نعم يوصل لكل الناس يا دكتور نعم لأن المسجد الأقصى المبارك الله ده مش مجرد مسجد كده وخلاص نعم المسجد الأقصى المبارك لينا إحنا كمسلمين عاوز 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 أتكلم بصوت عالي والله نعم المسجد الأقصى المبارك ده بالنسبة لنا بالنسبة لنا عقيدة ودين الله عقيدة ودين نعم المسجد الأقصى المبارك يعني ربنا سبحانه وتعالى نعم هو اللي سماه المسجد الأقصى نعم الله سبحانه وتعالى هو اللي سما المسجد الأقصى بالمسجد الأقصى نعم تسمية الله أو الله تسمية الله سبحانه وتعالى نعم تسمية الله نعم سبحان الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى وكمان مش كده بس الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله يعني البركة من عند ربنا سبحانه وتعالى الذي باركنا حوله يعني كل اللي حولين المسجد الأقصى المبارك مبروك ومقدس حتى إن سيدنا موسى قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة نعم يقصدوا بها القدس الشريف يعني القدس الشريف أرض مقدسة المسجد الأقصى مش أي مسجد كده عادي يعني له حرمة وفي الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج حينما أسري به من المسجد الحرام من عند الكعبة المشرفة لغاية المسجد الأقصى يصلي بجميع الأنبياء نعم بجميع الأنبياء يصلي صلى الله عليه وسلم إماما وهنرجع للنقطة دي نعم يعني خلينا فكرين إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صلى بجميع الأنبياء بجميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم بهم إماما الله جمع له كل الأنبياء آه 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 في المسجد الأقصى نعم ليكون إماما عليهم طبعا نعم طبعا المسجد الأقصى يا دكتور طارق وحضرتك يعني عارف الكلام ده بس احنا عاوزين نوصل الكلام ده لأهلنا ونسنا وشبابنا في كل مكان نسمع المسجد الأقصى أول قبلة لنا كمسلمين نعم المسجد الأقصى أول قبلة يعني احنا كلنا كمسلمين كنا بنصري اتجاه المسجد الأقصى المبارك اتجاه المسجد الأقصى المبارك النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لكم مسجد يا دكتور؟ لثلاث مساجد من ضمهم المسجد الأقصى المبارك المسجد الأقصى المبارك ماذا أقول عن المسجد الأقصى؟ ما فيش غير أن أنا عاوز أقول أن المسجد الأقصى ده عقيدة والله عقيدة ودين عقيدة ودين قبلة الأنبياء جميعا طبعا 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 وعاوز برضو يا دكتور طارق أقول لحضرتك وللسادة المشاهدين اللهم يصلى على نبينا محمد سيدنا إبراهيم عليه السلام سيدنا إبراهيم عليه السلام اسمع كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيثا مسلما وما كان من المشركين جميع الأنبياء مسلمين جميع الأنبياء مسلمين يعني مثلا هو إسرائيل عليه السلام سيدنا إسرائيل عليه السلام اللي هو سيدنا يعقوب يعقوب عليه السلام لهم يقولون أنه هو الذي بنى بنى المسجد الأقصى وأرجو أن حضرتك توضح هذه النقطة يعني طبعا يا دكتور فعلا سيدنا إسرائيل سيدنا يعقوب عليه السلام اللي هو أبو سيدنا يوسف أنا عاوز حتى أتكلم بكل بساطة كده بكل بساطة سيدنا يعقوب اسمع كده ربنا سبحانه وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت وهو على فرش الموت قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون الله ونحن له مسلمون كل الأنبياء مسلمين يعني إيه إسلام بكل بساطة كده سمعنا وأطعنا الإسلام هو الاستسلام لأوامر ربنا سبحانه وتعالى لأوامر ربنا سبحانه وتعالى نعم وإحنا كمسلمين إحنا كمسلمين عقدتنا يا دكتور طارق نعم وطبعا الكلام ده يعني حضرتك عارف ربنا يببر خط الله يرضى عنك إحنا كمسلمين يا دكتور طارق كل أمن بالله نعم وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله نعم كل الأنبياء نحن نؤمن بجميع الأنبياء وجميع الكتب السماوية نعم إحنا كمسلمين نؤمن بسيدنا عيسى عليه السلام نؤمن بسيدنا موسى عليه السلام نعم كل الأنبياء صحيح كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله نعم دي عقدتنا يا دكتور نعم دي عقدتنا يا دكتور يبقى إذن كل الأنبياء مسلمين مش كل الأنبياء مسلمين نعم وقلنا يا دكتور طارق إن الإسلام معناه الاستسلام لأوامر ربنا سبحانه وتعالى الاستسلام التام لأوامر ربنا يا سلام الله يفتع عليك يا دكتور اللّه يفتع عليك يا دكتور نعم الإسلام التام سمعنا وقطعنا نعم يعني سيدنا يعقوب سيدنا إبراهيم عليه السلام خلف من السيدة هاجر و أنا عاوز أقول خلف و تكلم بأريحية كده نعم عشان أهلنا و ناسنا الطيبين نعم وتاج راسنا في كل مكان نعم يوصل الكلام حبيبنا في سعيد مصر سيدنا إبراهيم تزوج السيدة سارة والسيدة هاجر المصرية من مصر من مصرنا الحبيبة السيدة هاجر أنجبت لسيدنا إبراهيم عليه السلام سيدنا إسماعيل سيدنا إسماعيل أبو العرب سيدنا إسماعيل والسيدة سارة أنجبت سيدنا إسحاق الله يرضى عنك من نسل سيدنا إسماعيل عليه السلام العرب نعم نحن عرب من نسل مين سيدنا إسماعيل أبو سيدنا إسماعيل مين سيدنا إبراهيم عليه السلام طيب من نسل سيدنا إسحاق مين بنوا إسرائيل والولدين ولد سيدنا إبراهيم سيدنا إسحاق خلف مين خلف سيدنا يعقوب ومن نسله وبنه إسرائيل يعني إحنا واليهود يا دكتور طارق ولا دعم إحنا واليهود أو لا دعم إحنا من سيدنا إسماعيل وهم من سيدنا إسحاق الآن كده تمام وإحنا متفقين أن جميع الأنبياء مسلمين صحيح جميع الأنبياء مسلمين نعم طيب وليكن سيدنا يعقوب اللي هو سيدنا إسرائيل عليه السلام شوف عليه السلام نعم نحن نؤمن بجميع الأنبياء صحيح وجميع الرسالات السماوية نعم هي عقدتنا كده طيب سيدنا إسرائيل يا دكتور عليه السلام اللي هو سيدنا يعقوب اللي هو جده سيدنا إبراهيم طيب إحنا وإحنا وقفين عند سيدنا إبراهيم تمام جد سيدنا إسحاق تمام ومعانا تصال مارين من القاهرة ناخد مارين ونرجع بقى نعيش القصة الجميلة دي بتاعت التأصيل لبناء المسجد الأخصي معانا تصال معانا تصال ألو ألو أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا اتفضلي أهلا وسهلا أنا الجد بحبة شكرة جدينة دكتور صارق أحنا الجد بنسمى البرامج بتاعتك بفرد الصدر ربنا يجبر خطري بنحبك قوي يا دكتور ربنا يحبك ويحفظك وبنحضر محضراتك دايماً فاكولني البنات ربنا يجبر خطريك ويراديك ويسعيدك يسعيدنا بقى أنت ببرامج أكتر ويطلع على التلفزيون أكتر إحنا بنسمى نشوفك بكل حد إن شاء الله وعلماءنا معانا هوت ونتعلم كلنا وشارك معانا عشان تعرفي قيمة المسجد الأقصى في الإسلام وبشكر لك هذه المداخلة الطيبة وربنا يبارك فيك وفي أهلك تفضل شكرا تفضل فرد ربنا يرضى عنك يا دكتور طان سيدنا يعقوب عليه السلام وليكن أن سيدنا يعقوب هو اللي شيد المسجد الأقصى مع أن بداية المسجد الأقصى من أقوال العلماء أن اللي بنى المسجد الأقصى سيدنا آدم أبو البشر نعم ويقولون الملائكة نعم المهم خلينا أن سيدنا يعقوب اللي هو سيدنا إسرائيل عليه السلام هو اللي شيد المسجد الأقصى المبارك نعم طيب ما فيش مشكلة سيدنا يعقوب مسلم نعم مش سيدنا يعقوب مسلم نعم كل الأنبياء مسلمين نعم والنبي في رحلة الإسراء صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى نعم مش صلى بجميع الأنبياء نعم إماما إماما صلى الله عليه وسلم نعم دا وإن دا يدل على أن كل الديانات وكل الكتب بتصب في مكان واحد صحيح صح نعم يبا سيدنا يعقوب مسلم وسيدنا إبراهيم مسلم ما كان إبراهيم يهوديا ولا مصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما صحيح وما كان من المشركين نعم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه يا بني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا نعم ونحن له مسلمون نعم ونحن له مسلمون اللي أنا بقى فهمته من كلام حضرتك يا فضيل الشيخ إنه لو فيه كلام بيتقال على إنه لنا الحق في هذا المسجد لأنه يخص سيدنا إسرائيل إسرائيل عليه السلام ونحن أيضا لنا الحق لأنه سيدنا إسرائيل نحن أولى وسيدنا إسرائيل صلى خلف النبي محمد في المسجد الأقصى وكأنه تحمل سيدنا النبي مسئولية إمامة الأنبياء جميعا الله يفتح عليك يا دكتور طار الله يفتح عليك الله يفتح عليك ربنا يرضى عنك نعم يبقى أنا عايز أقول إيه بص يا دكتور نفترض أن فيه واحد بنى مسجد نعم واحد مسلم بنى مسجد وأولاده وأولاده ما هماش على ملة التوحيد نعم على ملة التوحيد يعني هو مسلم وعنده زرية والزرية بتاعته دي ما هياش إيه مسلم ما هياش مسلمة نعم هل ينفع إن أولاده يقولوا أبونا اللي بنى المسجد فإحنا عاوزين ناخد المسجد لا لأنه في العقيدة لا يخصه هو النبي صلى الله عليه وسلم لما صام يوم عشراء نعم ورح على اليهود في المدينة المنورة واتلقاهم بيصوموا يوم عشراء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوا بتصوموا اليوم ده ليه قالولوا إيه قالولوا إحنا بنصوم اليوم ده عشان ربنا سبحانه وتعالى نجى سيدنا موسى في هذا اليوم فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصيام له قال نحن أولى نعم نحن أولى نعم 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 على فكرة أنا بقول الكلام ده يا دكتور طارق يعني حتى لو اليهود يزعمون إن سيدنا إسرائيل عليه السلام هو اللي شهد المسجد الأقصى المبارك كلام كتير عايز أقوله يا دكتور طارق وكل شوية عايز أقول ماشي يا أحبابنا وناسنا المسجد الأقصى دين نعم المسجد الأقصى بالنسبة لنا دين وعقيدة نعم دين وعقيدة نعم طيب وإحنا وإحنا بنتكلم مش عايزين يفوتنا مشهد استلام سيدنا عمر لمفاتيح بيت المقدس الله يرضى عنك وهذا المدخل الرائع أيو الله وهذه القصة التي يعني وإن تؤكد تؤكد على سماحة الإسلام وعلى أن هذا المسجد له مكان كبير عنه طبعا طبعا يا دكتور والله يا دكتور طارق أنا عوزك بس والسادة المشاهدين نعم يعيش معايا مشهد أو مش كل المشهد وسيدنا عمر رضي الله عن أمير المؤمنين عمر وهو رايح عشان يستلم مفاتيح بيت المقدس نعم سيدنا عمر يا دكتور طارق وهو رايح يستلم مفاتيح بيت المقدس كان معاه خادم نعم وكانت معاه الدابة بتاعته نعم وهو أمير الدولة الإسلامية صحيح أمير الدولة الإسلامية وتخيل كده يا دكتور طارق أنه سيدنا عمر ماشي في الطريق لبيت المقدس سيدنا عمر يقسم المسافة تلت أقسام تلت أقسام يركب هو شوية وبعدين ينزل سيدنا عمر من على ظهر الدابة شوية ويركب الخادم بتاع سيدنا عمر شوية شفت يا دكتور طب أقول لك على حاجة تانية نعم وحضرتك عارف الكلام ده أنا عارف ربني يا حفظ يعني يركب هو شوية وبعدين ينزل أمير الدولة الإسلامية ويركب الخادم بتاعه على الدابة شوية وبعدين ينزل مش عشان سيدنا عمر يركب لا عشان الدابة تمشي الوحدة كمان شوية وتستريح الله الله رفقا بالحياة شفت يا دكتور شفت هذا الدين أي والله هذا ديننا أي والله أي والله يرفقوا بالحياة بكل شيء يا دكتور بكل شيء يا دكتور ده سيدنا عمر كان بيحاسب نفسه على إيه أقول لك إيه أصلحنا لو تكلمنا عن سيدنا عمر يعني لما سيدنا عمر يقول والذي بعثني والذي بعث محمدا بالحق نبيا لو عطلت بغلى في العراق بغلى طعطل في العراق وهو في المدينة المنورة ربنا سبحانه وتعالى هيسألني عنها لما لن تصلح لها الطريقة يا عمر هذا ديننا أيوالله هذا ديننا سيدنا عمر يأتي ليستلم آه ليستلم مفاتيح بيت المقدس طبعا الكل في بيت المقدس منتظر طبعا كانوا يظنوه أنه جاء بأغازيا وسوف أحاسبهم حسابا شديدا المهمة يا دكتور طارق سيدنا عمر على أبواب بيت المقدس نعم تيجي المسافة على أن الخادم بتاع سيدنا عمر يركب على الدابة وهو اللي يخش زي ما حضرتك عارف كده يدخل سيدنا أبو عبيدة بن الجراح إنك مستني أمين الأمة والكل نستني موكب الخليفة سيدنا عمر فسيدنا أبو عبيدة عارف سيدنا عمر فيسبق شوية عشان يروح لسيدنا عمر على أبواب مدينة القدس مدينة القدس المباركة المباركة والآن اليهود يدنسون ويرتعون يحرر القدس اللهم أمين يا رب العالمين اللهم أمين يا رب العالمين اليهود يا دكتور أنا مش عايز أفضل أدخل من حاجة لحاجة بالسنة عايز أقولك إن اليهود ما لهمش عهود قتلت الأنبياء لليهم عهود ولليهم مواثيق السيد الله العظيم أن يورينا فيهم يوماً أسوداً اللهم أمين اللهم أمين يدخل سيدنا عمر ابن الخطاب ويدخل كمان وهو ساحب الدبة وأنا عايزك تتخيل معايا المشهد بالله عليك تخيله والسادة المشاهدين يتخيله إن الخليفة ساحب الدبة والخادم على ظهر الدبة وتتعرضوا بعض الأوحال الطينة يا دكتور طار الطينة ويغوص في الطين يمشي في الطين برجله سيدنا أبو عبيدة عارف فيروح عشان عارف سيدنا عمر هيعمل إيه راح لسيدنا عمر سيدنا عمر ساحب الدبة وعليها الخادم بتاعه وهو الخليفة وماشي في الطين برجله عارف الخلاصة في كلام سيدنا عمر هنا يا دكتور نعم هي دي بقى أنا عايز الكل يسمع الخلاصة يسمع يسمع الخلاصة يا دكتور وهو داخل يا دكتور سيدنا أو عبيدة يعني يعني بصل سيدنا عمر كده يتعجب من هذا الموقف قال يا أمير المؤمنين يعني انت داخل والناس منتظراك مش لازم يعني مش لازم انت اللي تسحب الدبة والخادم على ظهر الدبة ومشي في الطينة كده نعم فقال يا أبا عبيدة أيها لقد كنا أزلاء الله آه لقد كنا أزلاء عارف العزة فينا يا دكتور فأعزم الله بالإسلام الله العزة في الإسلام الله طب الأحوال اللي احنا فيها هدية ليه نعم فإذا ابتغينا غير الإسلام أزلنا الله هي دي الخلاصة هي دي العزة في الإسلام يا رب أعزنا بالإسلام إذا ابتغينا غير الإسلام أزلنا الله ويدخل سيدنا عمر ويستلم مفاتيح بيت المقدس أنت متخيل لما يدخل ويستلم مفاتيح بيت المقدس والجلبية اللي لبسها الخليفة مرقعة متخيل معا يا دكتور هذا القوي المتواضع أيوالله يا دكتور ماذا أقول وماذا نقول أمنهم والله يا دكتور في الوصية بتاعة سيدنا عمر هذا ديننا والله هذا ديننا والله هذا ديننا قال في الوصية أمنهم على كنائسهم أمنهم على صلبانهم أمنهم على كل شيء أموالهم وأنفسهم هذا ديننا هذا ديننا أيوالله يا دكتور لا تقتعوا الشجرة يعني حتى الأشجار لا تقتعوا الشجرة هذا ديننا هذا ديننا المسجد الأقصى يا شبابنا المسجد الأقصى والقدس عقيدة ودين إن كان المسجد الأقصى والقدس عقيدة فاسمح لي هنأخذ مكالمة السيدة أحلام من الإسماعيلية ثم نعود عشان نأكد على الكلام الرأي اللي حضرتك وتقوله معانا مكالمة فضل ألو سلام عليكم مرحبا يا فندي أهلا وسهلا إزاك يا دكتور طارق أهلا وسهلا بأهل الإسماعيلية كلهم ربنا يحفظي الله يرضيك يا دكتور طارق الله يحفظك بشكرك على بالغرب جدي جميل ده ربنا يبارك في حضرتك ويحفظي والشيخ الجميل اللي إنت جايبه لنا برضو ده نعم والله علماءنا الأفاضي ربنا يحفظهم الله يحفظهم ويحفظك يا دكتور طارق ربنا يبارك في عمرك ومنشكرك على المداخلة الطيبة وبنقولك بلغي دحياتنا الأهل الإسماعيلية الكرام كلهم شكرا لحضرتك عقيدة ودين بس جدنا الأقصى طبعا يعني يخش سيدنا عمر هذا الكبير هذا يعني أمير الأنبياء بهذا الشكل البسيط وكأنه يقول لهم أن كلنا سواسية نعم سيدنا أبو عبيدة بن الجراح يعني أستغرب من هذا المشهد ولكنه طبعا مش مستغرب سيدنا أبو عبيدة نعم سيدنا أبو عبيدة الكل في بيت المقدس منتظر الموكب بتاع سيدنا عمر موكب خليفة المسلمين نعم فهو عايز يعني سيدنا عمر يعني يدخل عشان الكل منتظر موكب سيدنا عمر بن الخطى رضي الله عنه أرضا ويصلي سيدنا عمر في باحة المسجد الأقصى أي والله اللهم رزقنا صلاة في المسجد الأقصى لا يهمين يا رب العالمين بكام الصلاة في المسجد الأقصى يا الله يا دكتور يا الله يا دكتور يعني زي زي أي مسجد ولا في فرق لا طبعا فضول عظيمة يا دكتور نعم نعم فضول عظيمة المسجد الأقصى يا دكتور إن كانت الصلاة في المسجد الحرام بألف فالصلاة في المسجد الأقصى بكام يا دكتور يا أهلا بيكو بالحج عبد العالم من السويس يا أهلا بيكو بالحج عبد العالم وبأهل السويس الأفاضل أهل الصنون أهل التحدي الرجولة كلها ربنا يخليكو يطل في عمرك كذلكم الله خيرا سؤال حضرتك يا دكتور طارق والمسجد الأقصى المسجد الأقصى يعني حاليا أنا ببناه من بول الأنبياء وأنا بغير حاضر نرد على حضرتك فضيل الشيخ هيرد عليك حالا دلوقتي حاضر وتاني بنأكد على تحياتنا لأهلنا في السويس الأساس طارق ربنا يحفظك ربنا يخليه يا دكتور ربنا يخليه أهل المسجد الأقصى هو بنفس بنائه وبنفس شكله أم تم تحديثه وتجديده لا لا تم التحديث والتجديد نعم تم التحديث والتجديد على مر العصور ليس البناء القديم لا لا ليس هو الآن هو 144 ألف متر مربع ويسع لحوالي 800 ألف مصلي وله أربع مآدم طبعا ده الجديد بتاعه تمام تمام كده ونرجع تاني بقى نقول لدين وعقيدة حبنا للمسجد الأقصى دين وعقيدة دين وعقيدة دين وعقيدة ولازم نغرس كده في أبنائنا نعم ونغرس كده في شبابنا المسجد الأقصى يا أخوانا ويا أحبابنا مش مسجد عادي مش مسجد عادي نعم المسجد الأقصى أول قبلة للمسلمين نعم المسجد الأقصى مسر النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلا إلى السماوات العلا يعني أنا أمامي حديث ولا أروع وأرجو أن حركت وضحه لنا فضل لك يعني روى أحمد في مسنده عن زي الأصابع أو زي الأصابع قال قلت يا رسول الله إن ابتلينا بعدك بالبقاء أين تأمرنا قال عليك ببيت المقدس فلعله أن ينشأ لك زرية يعدون إلى ذلك المسجد ويرحوه يعني دي وصية النبي شرحوا لنا بك يا سلام صلى الله عليه وسلم أوامر بالقرب من المسجد الأقصى المبارك من عظم المسجد الأقصى في الإسلام ما أنا زي ما قلت لحضرتك يا دكتور يعني لما أقول لحضرتك أن المسجد الأقصى ده عقيدة ما فيش حاجة بعد كده نعم وصية النبي آه عقيدة عقيدة له حرمة زي المسجد الحرام والمسجد النبوي له حرمة له حرمة أنا عايز بس أوضح بعض الأمور يا دكتور فضل إحنا محتاجين يا دكتور طارق إن إحنا دوما نقعد مع أولادنا ونغرس فيهم ونغرس فيهم حب المقدسات وأنا شايف عينيك وهي يعني وكأنها غرورقة للدموع وإنت بتتكلم عن حب المسجد الأقصى أيو الله يا دكتور وكأني وأشعر وكأنك تريد أن تقول أنه يجب أن نزرع هذا الحب في قلوب أولادنا أيو الله يا دكتور هل نتألم بتألم أهلنا أو أهلنا في الأقصى لما يحدث الآن؟ والله نتألم 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 أشد ألم نعم أيو الله أيو الله يا دكتور يعني بيحدث الآن في المسجد الأقصى كل المسلمين من انتهاكات وبردعة وعداء من قبل اليهود نعم من قبل اليهود أن يرينا في اليهود يومنا اللهم أمين اللهم أمين ناخد أختنا أمم أحمد من الإسماعيلية أنا بقطع كتير معلش يا سيدنا أختنا أمم أحمد أهلا وسهلا أهلا وسهلا إزاك يا دكتور طارق الله يجبر خطرك ويحفظك الله يخليك حضرتك كوي نحنا في نعمة وفضل ربنا يبارك في عمرك ربنا يبارك لك يا دكتور والله أنا نتبع في نامك بتاعك والشيخ اللي معاك دوت ربنا يبارك لك يا ربنا ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك فضيلة الشيخ يعني مبدع النهاردة آه والله ربنا يبارك لك يا ربنا ربنا يجبر خطرك سمع معنا بقى كلامنا عن المسجد الأقصى آه متابعة والله من الأول الحلقة بتدعي للمرابطين في المسجد الأقصى ولا لا اللهم أمين بادعينهم والله على طول ادعي لهم كده أن ربنا يثبتهم إن شاء الله وتحياتنا اللي قالينا في الاسم عليها كله ربنا يثبتهم يا ربنا يثبتهم ربنا يبارك فيك ويحفظك وبشكرك وبشكرك الشيخ حسام بألي تحياتنا ربنا يجبر خطرك اتفضلي يا فضيلة الشيخ حسام أهلنا ومتفاعلين معنا وفعلا حب المسجد الأقصى مهما قاله ومهما الدعوة هو في القلوب يعني طبعا يعني حبنا وأمنياتنا زي ما بنتمنى أن احنا نروح كده نزور سيدنا النبي ونروح للكعبة نملي عنينا بسواد الكعبة كمان أمنية من أمنياتنا أن احنا لا نحرم من صلاة في المسجد الأقصى اللهم أمين يا رب وكأنها يعني وصية النبي أن نكون بقربه يعني أي والله طيب إيه الكلام اللي تحب تقوله لكل الشباب اللي يسمعونه دلوقتي في مصر وفي الوطن العربي عن يعني هذا مصر النبي هذا المكان الرائع اللي كان ربنا سبحانه وتعالى يعني لو أراد أن سيدنا النبي لما يطلع للسمى يطلع من أي بقعة تانية ولتكن مكة المكان المقدس الجميل أنه يختار هذا المكان عشان يكون مصر للنبي يعني من قدسيته تبقى تقول إيه للشباب كلهم اللي بيسمعونه والله يا دكتور شبابنا وجميع أهلنا وناسنا نعم محتاجين محتاجين يا دكتور أنهم يكون عندهم انتماء نعم انتماء نعم لمقدساتهم لكل المقدسات نعم انتماء لمقدساتهم نعم وأنا حزين من الكلام اللي أنا بقوله ده دكتور بس يعني نلتمس لهم العزر أنهم موجودين في هذا الزمن يعني وأنه يعني البحث أو شهوات أصبحت كثيرة كثيرة نعم 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 أكيد تأثرة بكلام نعم نعم 耶 نعم عنه المسجد الأقصى وحب بننا المسجد الأقصى نعم 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 أنه قبلة المسلمين نعم وأنه قبلة الأنبياء جميعا نعم نصر المسجد الأقصى نعم نعم هقول لحضرتك حاجة يا دكتور طبي اتفضل احنا بيوتنا بيوتنا يا دكتور وخلينا واضحين كده يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عايش معانا دلوقتي صلى الله عليه وسلم وهيدخل بيت حساب يعني انا هفتح للنبي صلى الله عليه وسلم بيتي والنبي هيدخل بيتي صلى الله عليه وسلم شوف انا ما بتكلمش عن حاجة بعيدة انا بتكلم عن بيوتنا مثل قريب نعم بيت حساب لما النبي هيفتح بيته وهيدخل يشوف بيته هل بيت حساب من جوه شوف من جوه بيته مهيأ مهيأ بزيارة النبي هل لما النبي هيدخل بيته هيبقى مبسوط ولا زعلان ها نعم انا ما بقول لكش شوارعنا انا بقول كل واحد في بيته في بيته يا دكتور حضرتك في بيتك يا دكتور طارق نعم بيتك لهيأ يا دكتور طارق ان النبي يدخل عليه وبعد ما يدخل يبقى طالع مبسوط انه دخل جوه بيته دكتور طارق نتمنى والله نكتهد ولكن احنا مقصرين في حقس إبن النبي كلنا يعني وصل لك الصورة اللي ما عايز أولها دكتور نعم يعني يا أهلنا وناسنا في كل مكان نصرة المسجد الأقصى مش بالكلام نصرة القدس وجميع بلاد المسلمين ما هيش بالكلام والله محتاجين نربي أنفسنا ونربي أولادنا الموضوع ما هواش سهل كده يعني نحبب الأول ولادنا بقى في المقدسات إزاي يبقى في حلقات للذكر إزاي نتكلم عن مقدساتنا وعن يعني هزي هويتنا طبعا يا دكتور نحببهم يعني طبعا يعني أنا بشارك حضرتك في أنه الموضوع بيبدأ من البيت بيقى الثقافة العامة وإزاي ما حالك قلت في بداية اللقاء إنه ده دين وده عقيدة طبعا وإنه الدفاع عنه شرف طبعا واجب وإن صمح لنا سوف نكون من الأوائل طبعا ولكن نحن يعني بناتتبع أوامر قادتنا طبعا وهم يعني بيشوفوا أفضل منه في الموضوع ولكن اللي موجودين هناك لهم منا الدعاء ولهم منا الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء الدعاء هو العبادة نعم الدعاء هو العبادة نعم نعم وأعتقد كمان نعم يعني حتى موقف مصران الحبيبة نعم كان موقفا مشرفا نعم تجاه أهلنا وناسنا نعم في غزة وفي القدس نعم بتوجيه هذه المبالغ الكبيرة للإعمار وتوجيه هذه الخوافر ووقف البردعة الإسرائيلية على أهلنا وناسنا في غزة نعم يعني موقف طيب وموقف مشرف نعم تدخل سيد الرئيس وأصدر مع القادة التعليمات عشان يوقف هذه المجازر الحمد لله أني كان مصر لها دور كبير في الموضوع دور كبير دور كبير نعم دور كبير كل الشباب اللي بيسمعوننا دلوقتي وأهلنا دلوقتي منتظرين تاني نأكد على إزاي يعني كيف ننصر أهلنا في في القدس وأهلنا في في فلسطين الدعاء وإصلاح أنفسنا يا دكتور نعم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء وإصلاح أنفسنا يا دكتور نعم إحنا مش محتاجين حاجة غير الدعاء وإصلاح أنفسنا نعم إصلاح أنفسنا يا دكتور الأمة حضرتك وبيت حضرتك وانا وبيتي نعم محتاجين ان احنا يعني تخيل كده يا دكتور طارق لو كل واحد فينا بس في بيته رب بيته على طاعة الله على العبادات والطاعات نعم مش مطلوب اكتر من كده مش مطلوب مننا اكتر من كده نربي انفسنا الاول بس كده نربي انفسنا من اقولت لحضرتك والدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لو احنا في حاجات تانية ينفع ناخد رأي حضرتك فيها بس تخليننا ناخد مكالمة جميلة من اهلنا في السويس معايا مكالمة من السويس تفضل السلام عليكم مرحبا عليكم السلام ورحمة الله ازايك يا دكتور طارق اهلا وسهلا اختنا الفاضلة والله منصر الاقصى من الظالمة امين يا رب ازايك يا دكتور عامل ايه اهلا وسهلا بك واهلنا في السويس اهل السمود ربنا يجبر خطرك ويحفظك سمعتي معانا الكلام كلام فضيلة الشيخ حسام اه متابعة الله يا دكتور طيب وان شاء الله بإذن الله حيستمر الدعاء لاهلنا في القدس واهلنا في المسجد الاقصى اللهم انصرهم من السعينة الظلمة نعم امين امين يا رب امين اللهم انصرهم من السعينة الظلمة ربنا يسمع منك ويقبل منك وارجو انه لو في اولاد صغار موجودين عندك في البيت والله والله على طول شغالين بالدعاء يا دكتور الله يبارك لك يعودوا 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 ويسمعوا الكلام الطيب عن المسجد الاقصى كده ويعرفوا ان شاء الله يا دكتور والله ينتبعين على طول ربنا يبارك في حضرتك ويحفظك ويقبل خطرك ان شاء الله تحياتنا لأهلنا في السويس ربنا يقبل خطر الله يسلمك الله يرديك يا رب بك شيخ حسام متابعة من أهلنا في السويس واكيد في ناس كتير هعايز تخش معنا في المكالمات من مصر ومن قطع العربي ولكن يمكن في الكنترول بيحاولوا ودينا فرصة نتكلم ولكن هو الموضوع هو موضوع الساعة وكلنا نتألم لما يعني يتألم منه أهلنا في القدس القدس تاني عنواننا كان نروع على القدس ومكانته في الإسلام واللي حرك بتأكد عليه دلوقتي على انه يعني دين سبحانا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نعم الذي باركنا حوله أنا عايزك تتمعن إن ربنا سبحانه وتعالى يقول الذي باركنا حوله ما بانك المسجد الأقصى مابانك المسجد الأقصى نعم المسجد الأقصى زي ما تحدثنا المسجد الأقصى يا دكتور طارق ربنا سبحانه وتعالى هو من سماه المسجد الأقصى الله هو من سماه المسجد الأقصى فضيت شهر حسام كنت أتمنى أن الوقت يطول ويطول معاك عشان نستمتع ربنا يرضى عنك يا دكتور بهذه الهمة وهذا الإلقاء الرائع ويعني أنا أكاد أقول أنه أنت كل كلمة خرجة من القلب وأرى في عينيك يعني هذا التأثير الشديد هذا الحب الشديد للمقدسات أسأل العظيم أنه ما يحرمنا من صلاة في مسجدنا الحرام وفي كعبتنا وفي مسجد الأقصى أنا في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أني أتوجه إليك بالشيء على وجودك معنا فضيلة الشيخ حسام الدين محمد سليمان من علماء وزارة الأوقاف أنا مش عالم ولا حاجة ربنا يرضى عنك ويزيدك يا تواضع ويزيدك هماء زي مشاهدين في نهاية هذا اللقاء كل التحية وكل التقدير لكم على طيب المتابعة ووعد باللقاء في حلقات أخرى من برنامج هذا الدين هنا حتى نراكم نستوضعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال فيه التواصل في الأمور والاعتدال ديننا ديننا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة